السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مرة ثانية انتقلنا للجزء العملي اللي احنا قلنا هنصوره من اللاب اللي احنا فيه دوت الكيس بتاعت اللي اسمها Password Recovery Password Recovery ببساطة جداً ان عندنا راوتر عليه Password وعايزيننا اكسسه من غير من يعرف Password يعني قلنا مثلاً ان جابوا واحد IT كان شغال في شركة وحصل مخالفات مادية ما بينه وبينه مشاكلات بقى ومش عارف ايه فعمل Password على كل الروتر وبعد كده اخذ بعضه ومشي طيب ايه الحل بعد كده انا جيت عينوني مكانه فقالوا لي دي نمرت فلان فاتصلت بيا فلان ما سمحت انا عايز اعمل Password علشان اكسس الروتر في الشركة كذا اللي احنا كنا شغالين فيها قال لي لو شفت ان امرا بتاعت الموبايل بتاعك مرة تانية على التليفون بتاعي هقول لك كلام مش ضريف خالص اه طب اعمل ايه بقى حاجة من اثنين يا اما اقول لهم مع السلامة استعودوا ربنا في الروتر طبعا هيستعودوا ربنا في اينا مش في الروتر طيب ايه الحل؟ الحل ان احنا اكسس الروتر دوت من غير Password ازاين اكسس الروتر من غير Password وهالدي الطريقة مش تعتبر هاك اول حاجة ازاين اكسس الروتر من غير Password انا كان نفسي ان احنا ادي الروتر بتاعي اهوت انا اول ما بخش بيطلب مني Password انا عشان عارف ال Password اقدر اكسس بكل سهولة انا كده اكسس الروتر اللي اسمه عرب هاردوير طيب افرد انا مش عارف ال Password مش هقدر اخش عليها وغيرها طيب ازاي بقى وهل اني اسف هل دي اعتبر ان انت اكسس الروتر من غير Password مش دوت يعتبر طريقة من طرق الهيك و ازاي الطريقة دي تلاقيها في الموقع الرسمي www.sasko.com تريها على موقع ساسكو How to make Password Recovery اولا Password Recovery عمرها ما كانت هاك ليه؟ لانه هي ما بتتوصلش غير عن طريق ما بتقدرش يتم عملية Password Recovery الا عن طريق الكونسول فاللي وصل انه هو متوصل بروتر زي ما احنا شايفين ان اكسس بروتر بكونسول ده اكسس لوكال صح؟ يعني لازم انا اكون معي كابل رول اوبر موصله في البي سي وموصله في الروتر الفائد ما بيني وبرروتر مسافة صغيرة جدا يعني انا اقدر اكسس الروتر معنى كده معنى ان انا اقدر اكسس الروتر بالكونسول ان انا انسان موصوق فيه جدا واذا لو انا مكنش موصوق فيه ببساطة جدا ممكن ان احنا ناخد الروتر دوت وحطه في الشانطة واروح صح؟ ده لو كان الروتر الصغير ده الروتر الصغير ولم اشغال عليه او اتفر لو حتى اجبت شانطة كبيرة حطته فيه انا قصدي ان انا لو انسان مش ترصد اكيد مش هادر المس الروتر ممكن ابوص في حاجات ممكن افك شيء من دول حتى لو كان الروتر كبير طبعا الروتر دوت عادة بيبقى فراك وراك دوت مقفول عليه بمفتاح وبعض الشركات الكبيرة بيبقى فراك دوت مقفول باربع مفاتيح وكل من السلويتر بيقى مفتاح حسنا ان اضمن ان الاربع يكونوا موجودين ده لو كان الروتر كبير اوي يعني بعض الناس شغالة في شركات قالوا لي معمولة عندهم من نظام دوتر الشركة لكن الطبيعي ان هو بيقى فراك وراك دوت بيقى مفتاح وما حدش يقدر يفتح المفتاح دوت ما حدش يقدر يكسس الروتر غير اللي معاه المفتاح اللي هو هيقدر يفتح الراك ويتوصل بالروتر طيب يبقى احنا اتفقنا ان الكلام اللي هيحصل دوت كله ما ينفعش يحصل غير من خلال روتر نتوصل بي لوكل عن طريق الكنسول يعني التالنت ما تنفعش عن اجدولاري ما تنفعش لا ما تنفعش غير عن طريق اللوج عن طريق الكنسول كده يبقى احنا ضمنا ان هي فعلا طريقة ترصد مية في المية وان الراجل اللي عمل باسورد مش راجل هاك ولا حاجة طبعا غير بقى ان التمثيل اللي انا عدت اقولها لك واحد ماشي وتسافر وقالك مش موديك الباسورد يمكن تلاقيها على منتدنا وحصلت ان شفتها على منتدى عرب هاردوير واحد غير الباسورد وطلق بط وبقى مش عارف اكسس الراوتر بتاعه طبعا ودية مشكلة يعني ممكن اتحسن انت انت بتكتب الباسورد زي ما شفنا في اللاب وانت بتكتب الباسورد اطلق بط احنا قلنا الباسورد حطيت واحد حرف زيادة حرف ناقص ما خدتش بالك انت كتبت ايه فكتبت الباسورد غلط يمكن من القواعد ان انت بتكتب الباسورد لازم تبصالها كويس عشان تأكد ان انت كتبتها صح لكن هو متعود انه يكتب بسرعة ودية انتر فكتب الباسورد غلط وستيبت ومش عارف اكسس الراوتر طيب احنا اول حاجة عشان نقدر اكسس الراوتر من غير باسورد ريكافري اول حاجة اقولنا ان احنا غير نخليه OX2142 تمام طيب ازاي نكتب الكلام ده وانا اصلا مش قادر اكسس الراوتر ده اللي احنا نشوفه في اللاب بتاعنا تعالى نرجع للراوتر بتاعنا مرة تانية ادي الراوتر بتاعي هتعمل انتر فكتب الراوتر يعني ايه اتا تعالوا بس الاول نكتب enable نكتب باسورد حلوة بس حاول ناس يليد تحفظ معي الباسورد عشان لو تلقبط ومعرفتش اكتب معرفش اخش على الراوتر مرة تانية تقول اهالي عشان الشركة اللي انا بسجل منها ما تزعلش مني تطردني نعمل line console console zero اوكي login باسورد حاول تحفظ انا بكتب باسورد هيت باسورد حلوة خالص انتر دي الباسورد بتاعتي اوه ما ينفعش تبقى اكتر من 25 اوه انا عاسف جدا باسورد صراحة انا ما بكتبش اكتر من 25 باسورد يعني كفاية دول اوه اوه اكتر من هم عاشوا واصلوا راوتر صغير اهه كده حلو في راوتر راوتر تانية بتقبل كده ماشي اوكي يبقى خد ادي باسورد للناس حفاظتها طبعا بسرعة سرعة اعمل او اعمل خليه نمشي كوبي رون ستارت اوه تكتب على طول دابلي ار انا بعمل ايه؟ انا بسيب بسيب الكامل انا كذبت ده وهاخرق خالص ايجي اخش مرة ثانية يقول لي هاتي باسورد اكسيس مفيش اكسيس مفيش اكسيس مفيش عايز اعمل باسورد في كافري اول حاجة بتعمل الراوتر ازاي تعمل الراوتر عن طريق ان انت بتعمل اه باور سايكل يعني تعفل الراوتر و تفتحه مرة ثانية فاول ستين ثانية بتدوس على كنترول بريك دو انا مش قادرة اكسيس خالصة يبا احنا نعمل نفل باور و نفتحه مرة ثانية اول ما تتولاه على تدوس كنترول بريك الكنترول بريك اللي تعمل ايه؟ هيدخلك على الرومون فاكرين الرومون تعال نشوف او الاركس بوت اديني اعملت مرة افلت و فتحته ثاني وهو بيحمل اهوت اعدوز كنترول بريك كنترول بريك كنترول بريك كنترول بريك هو نسي ولا ايه؟ دخل على الرومون فعلا دخل على الرومون من خلال الرومون ده الباكدور بتاعي فاكرين انا بشعب بقولك ده الباكدور الانيشل ايو اس طيب الانيشل ايو اس او الباكدور دوت انا عايز اغير فيه بس مشكلة ان انا عمري متعملت مع الرومون ده انا يا دوبة بتاديت اعرف لسه بقالنا حلقة او حلقتين في العملي بتاديت اتعرف على الاوامر المسيطة خالص طب اتعلم هنا طب احنا مش تعلمني هل بفصيلتي ان انا عندي حاجة اسمها علامة استفهام علامة استفهام اوه شوف فاقه فيه امر اسمه مخصوص بالconfiguration register اكيد هو ده الامر هكتب config 0x2142 قال لي يومص reset تكتب reset او تعمل power cycle بس يا سيدي كده هعمل reset حاضر اوكي تجد ان هو يعمل reset طبعا ده راوتر صغير version 112d0 بيعمل copyright present 1799 هو راوتر قديم شوية يعني بس كفاية ان هو عمل اللاب بتاعنا هو ذا المطلوب الله اكبر الله اكبر بيعمل دلوقتي دي كومبريجن انا اقول لأول حالة بيعملها النوسقى ان هو يعمل دي كومبريجن وابتده يحمل الاي او اس بتاعنا هو ودخل على الاي او اس فعلا دخل على اي ده دخل على ما يعمل نضص انتر ناس من الحالة تشوف دخل على ممكن نعمل exit مرة تانية ايجز 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 كيو كيو انا اياسف هنعمل باور سايكل مرة تانية بس عشان ناس اللي ما شافتش هو هيخش هيعمل باي باس بس بس اتحركت فبس انترف عنا كنت عايز اعوديك الرسالة اللي جات اول مرة ما كنتش عايز هو دخل على طول في السيطة المود اللي احنا شفناها المرة اللي فاتت ولكن انا كان نفسي يورديك بس اول رسالة اللي هي اول رسالة بتاعت السيطة المود اهو بيحاول يعمل اللودينج مرة تانية اهو بيعمل دي كومبريجن للامج الامج طبعا موجودة في الفريش كومبريز باول حاجة بيعمل لها دي كومبريجن ده كاما احنا كنا اخذ ناسها اهو بيعمل دي كومبريجن للامج ايبا هيعمل اهوة هيشتغل اهو بيعمل دي كومبريجن انت تتوقع هيت وقته الرسالة بتاعت السيطة المود اوكي شايد دوس انت خالص نفسي تشوفوها ها ايش تنطاو دوس انتر ايهات واجه لايك تو انتر بناشى الكون فيجريشن ديالوج نديهت الرسالة بتاعت السيتم مود تحب تخش لا يا ام احنا خلاص كبرنا على الكلام ده وده كان زمان دخلني علي راوتر جديد خالص عمل بيباس على انفرام خلي بالك دلوقتي دخل علي الراوتر من غير اي اوامر صح صاحبنا بقى فرح حاوي ان هو عامل حكاية ديات ويجي يعمل انابل وبعد كده يجري بسرعة يعمل كون في تي ويجي يكتب الباسورد الجديدة ويسيف ايه اللي هو عامله هو دلوقتي سيف الباسورد بتاعته بس اللي موجودة في الام في رام تمام مفيش موجود غيرها سيفها في الكون فيجريشن بتاعته طب الكون فيجريشن القديمة راحت فين راحت كلها ليه لان هو سيب الكون فيجريشن اللي موجودة في الريام على الكون فيجريشن المتخزنة في الام في رام فكل الكون فيجريشن بتاعته ضعت طب ايه الحل اول حاجة تستعيد الحاجات اللي كانت في الام في رام ازاي عن طريق نحن نعمل كوبي كوبي ستارت ران هتقولي طب ما هو كده هيرجع لك كمان الباسورد اقول لك ما هي رجع الباسورد وهو رجع اني باسورد هارجع الباسورد المفروض تطلب في الاول وتطلب من يوزر مود لبريفليج مود طب ما انا عن البريفليج اصلا يبقى ما فيش اي خطر عندك حل من اتنين يما تعمل شورا لو هو ما كانش عامل دي الانيبل سيكرت او مش هادر اشوفها فعلا دي لكن كنت ممكن اشوف دي فعلا الاوامر دي انا كتاب بتاعة الكونسول ممكن اشوفها هي او لو مش عارف اشوفها لو اعمل لها انكليبشن امرها هي خالص عن طريق ان انت تعمل كونفي تي هتعمل لين كونسول زيرو لوجين باسورد محمد اس ان اجزت وتي تعمل على طول انابول سيكرت محمد اس ان اجزت تجار دفكت نخرج نخش ثاني محمد اس ان دخل خلاص لا مظبوطة هو لان قبل ما نسيب اوكي محمد اس ان خلاص نعمل لائت ونسيب كده احنا سيبنا الاوامر الموجودة الازيمة بجانبها الاوامر اللي احنا خدناها اللي احنا بجانبها الباسورد الجديدة اللي انا عملتها كده انا عملت باسورد بطريقة صحيحة قوي نقص بس تفتكر حاجتين اول حاجة اذا كترجع قيمة ثم اتضع هذا بالنفيف انا مش عارف نعم نعم الاختراك او 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 وهو ما أشهر سهر على سريل سوف تزال على بسيريال وهو ما كانت معمولة على شاتدون سوف نقوم بعمله على السيريال وذهب على الانترفيس كنتم دين له IP لقد موصل به معمولة على شاتدون الاسطوع باستخدم باستخدام على كل الانترفيس يبقى أنا مثلا سيئي أن أستخدم الانترفيس اللي هو Ethernet Zero فخلاص هقول ComvT Interface Ethernet Zero نوشتداون يا بس الانترفييس اللي أنا محتاج إن أنا أستخدمها لازم أعمل عليها إيه نوشتداون طبعا هو قال لي Change State to Up Change State to Up راحي أوكي وبعد كده أسيب كده وأنا متطمن إن أنا عملت اي نكتب write اصيب انا متطمن خالص ان انا كده عملت password recovery بتاعتي الطريقة سليمة حافظت على ال configuration القديمة غيرت ال password فتحت ال interfaces اللي كانت مش متخزنة قبل كده اتمنى ان تكون احنا انتفعنا بالحلقة بتاعت النهاردة ان نرجع تاني اكامل بقى تصوير مش من اللاب انا مصور من بيتنا احسن السلام عليكم نحوان